بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضراتكم لما نقرب من ربنا ونسلم له كل أمورنا في الحياة يبقى سبحانه حسبنا وسندنا وكل هدفنا إننا نقول عفو ورضا نفهم معنى القرب والحب وإزاي نطمن قلوبنا وإحنا دايما معاه ما فيش قلق ولا خوف من بكرة طول ما إحنا دايما في حماية نخاف من زعله لو فكرنا يوم نخلفه أو نغلط ونعصاه ولما نيجي نقرب أكتر ونسجد له في كل صلاة هندعي ونقول يا رب اكتبنا من عبادك المتحبون في جلال الله مين هم المتحبون في جلال الله وإزاي نكون منهم ده اللي هنتكلم عنه ونقوله نهاردة إن شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا عمر بن العاص وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ أهلا بيكم نوارني أهلا وسهلا يا أستاذ الأمياء وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين يعني ربنا سبحانه وتعالى يوم الموقف العظيم هينده ويقول أين المتحبون في جلاله هم مين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد أعظم عمل يقربنا لربنا سبحانه وتعالى هو الحب في الله إننا نحب بعض في الله سبحانه وتعالى مش على شاد مصلحة حضرة لحضرتك مثلا من غير مصالح من غير أسباب إطلاقا إطلاقا محبة خالصة لوجه الله مش أحيانا كده بنقابل حد نقول له يا أخي أنا بحبك لله في لله هي دي هضرب لحضيك مثلا فضل لو في حبل وحبل عايزين نربط الحبلين في بعض بنقربهم ونربطهم ببعض الرباط اللي في النص ده اسمه إيه؟ عقدة 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 عند أهل العلم في الشرع اسمه عروة إحنا بنقول عليها عقدة اللي ربطت الحبلين ببعض وصلتهم ببعض بنعقدهم في بعض بالضبط عند أهل العلم اسمها عروة وصيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بقى عن الموضوع ده قال إيه؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله يعني أكتر حاجة هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى وتلصق الإيمان بالعبد هي الحب في الله سبحانه وتعالى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لذلك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في القرآن الكريم لفئتين من الناس المهاجرين والأنصار تخيلي ناس ما يعرفوش بعض سفروا من مكة رحوا الأهل المدينة أهل المدينة فتحوا لهم الأبواب فتحوا لهم البيت واتفضلوا ونورتون ويقتسمون الطعام ويقتسمون الشراب ويقتسمون الملابس ويقتسمون الأموال هو ده الحب في الله وربنا خلت هذا الموقف والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون لذلك أعظم عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون لي أحباب في الله سبحانه وتعالى بحب أخويا اللي في الشغل مش علشان مصلحة على شر ربنا بحب جاري مش علشان مصلحة على شر ربنا بحب مديري في العمل مش علشان مصلحة على شر ربنا لذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أي كلام مهم جدا في سبع أشخاص ربنا هيظلهم في ظل عرشو في مقعد منهم لاتنين حابوا بعض في الله مش علشان مصلحة ورجلاني تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه احنا محتاجين دي دلوقتي محتاجين ندور على حد صادق نحبه في الله أنا بسأل عليها لله بطمن عليها لله بشيل معاها الهم لله ما ممكن واحد نايم وشايل هم صديقه صح هو ده الحب في الله نايم بس شايل هم صديقه ازاي ده عندها مشكلة أنا مش جايل لنوم أنا عمالة فكر والله من ساعة ما حكيت لي تتحل ازاي ققف جنبها ازاي وققف جنبه ازاي بدون مصلحة هو ده بقى الحب في الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله احنا محتاجين بقى ندرب نفسنا على الحكاية دي موجود بنسبة قد ايه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده بين الناس هو لا شك انه هو موجود بصفة نادرة عند بعض الناس واحنا مفتقدين في هذا الزمن لكن موجود حتى لو بنسبة بسيطة بالضبط لكنه موجود كتير من الناس ممكن يتفانع علشان صديق ليه بيحبه في الله يسافر له من دولة لدولة عشان يسأل عليه من محافظة لمحافظة عشان يسأل عليه لو وقع في مشكلة ما ينامشي ما يجلوش نوم غلق ما يقف جنبه ويحلم على المشكلة ده فيه ساعة ناس بتعرف بعضها في الموقف بس يعني ممكن لقدر الله حد ماشي في الشارع اتعرض لموقف او اتعرض لحادث ففي حد وقف له فسنده فودي المستشوى ففضل جنبه لحد ما ربنا شفاه فبقوا اصدقاء فهم تعرفوا في موقف ما فيهوش مصلحة وتدوم بقى يعني شايف المعرفة كانت نتيجة موقف وتدوم ليه علشان ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل انا لو حبيت حد علشان مصلحة مجرد ما تنتهي المصلحة انت من طريق وانا من طريق لا عرفك ولا تعرفني انا كنت بتودد اليك علشان كان ليه مصلحة عندك ما فيه ناس كده بيبقوا معروفين بالاسم لما تلاقيهم رقم تليفونهم عندك على الموبايل تعرف ان هو بيكلمك عشان عايز منك حاجة بالزبط مش للاطمئنان عليك بالزبط علشان كده الشرعة قال يا جماعة ما يصحش لازم يكون عندنا اصدقاء نحبهم في الله سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على حاجة مهمة جدا الناس اللي بيحبوا بعض في الله دول لما قال ان فيه مجموعة اشخاص هيجوا يوم القيامة قاعدين على منابر من نور تخيالي بقى معايا حضرتك يوم الايامة اللي هو يوم مقداره خمسين الف سنة وحرارة الشمس والعرق وأهوال يوم القيامة لا فيه مجموعة اشخاص بقى مش هيقفوا في الليلة دي خالص ده وقفين في كورنر لوحدهم على منابر من نور تخيالي معايا الموقف منابر من نور لبسهم نور ووجوههم نور يخبطهم الانبياء والشهداء تاني منابر من نور لباسهم نور وجوههم نور يخبطهم الانبياء والشهداء الانبياء والشهداء بيقولوا مين الناس الجميلة المنورة دي صفهم لنا يا رسول الله قالهم قوم تحابوا في الله يا سلام دول مجموعة أشخاص جروب كده مع بعض بيحبوا بعض في الله مش علشان مصلحة بيتجمعوا ويخرجوا مع بعض لأجل الله سبحانه وتعالى يروحوا يزوروا في بعض حالهم يوم القيامة هل هيبقى اليوم حساب اه طبعا يحسبوا لا شك لكن اصلا انا بتكلم على مجموعة أشخاص لا يحسبون سبعون ألف من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهذا ملف آخر لكن المتحبون لا نعم يحسبون لكن لهم درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى لدرجة ان الانبياء والشهداء يغبطونهم على هذه المكانة ويغبطونهم على هذه المنزلة اسأل هناك ناخد التليفون مدام ماريون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهل انبيك يا ماريون الحمد لله يا حبيبت انا بحب حضرتك جدا بجد يا حبيبتي ربنا هيخليك يا رب قوي حديك تلاي معيهم ربنا هيخليهم يا رب تفضل يا ماريون انا اسأل حضرتك بس اه اسأل شيء عن انا بصلي قيام الليل بس انا بقرأ في المصحف يعني بخلص ورد يعني اه 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 اقرأ في كل رقع اربع صفحة اه بتقري بتقري الورد اللي عليك وانتي بتصلي اه اه ده هل حروم اللي حروم ان انا ما اقرأش من المصحف بس هسألك سؤال مهم جدا اللي بتصليه بالليل ده قيام الليل ولا صلاة العشاء لا قيام الليل يعني انتي بس بتقري الورد اللي عليك في قيام الليل لكن في الصلاوات العادية الفرد ما بتقريش حجم المصحف لا لا طبعا بكرة يعني كل هلو احد الياس صورت كثيرة تمام طيب حاضر عندك اي سؤال تاني هداي لاخواتي الصبيون اخواتي انا بنت وحيدة على اربع صبيون عايزة بس يدالهم بالهداية وان ربنا يكرمهم يا رب انا في اخواتي جدا 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 انا يخليكم البعض يا رب حاضر يا ماري تابعين ناخد مادم فاطمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ازاي حضرتك الحمد لله بخير اهلا بيك انا كنت عايزة اسأل بس سؤال تفضلي انا من العيب الكبير وحاميتي عاملة معي مشاكل تعايشين مع بعض في بيت واحد او بس انا تفشأ او هي فشأ او هي تحت وانا فوق فشأت بس انا اول نتجاوز انا بقالي تلات سنين بس انا معاها كويسة جدا يعني اي حاجة بتحتاجها مني انا مش بأثر معاها في حاجة واصلا انا زوجي يعني ظروفه على قده فانا برضو بشتغل وبساعد جوزي تمام فمن العيدي الكبير هم عاملوا معايا مشكلة اني بنت بنتها شتمتني يعني في ثانية سنوة بس هي غلطة في انها هي انا حيفا عليها تطلع بره يعني هي كتا عايزة تطلع بره ومحدش كان موجود في البيت فانا قلت لها ما تطلعيش بره لما ييجي حد غلطة فيها البنت وشتمتني فاتصلت على حاماتي واتصلت عليهم هم مش كانوا موجودين هم رح اخو جوزي رح شاتيني بأهلي هم قال لي ما تقوليش قالك ايه لأ انا عارفة بس هو قال لي ما تعليش صوتك يعني وغلط فيها هم انتي كنتي بتزعائي لا انا ما زعقتش فيها البنت زعقت وقعدت تعليصتها وانا خدت بعضي وطلعت لا هو بيقولك ما تعليش صوتك معنى كده اني تعلق يعني هو لأ هو بيقول ما تعليش صوتك عليها ورش شاتيني بأهلي هم انا بشتكي لو بقوله يعني ما ينفعش انها تضلط فيها وكده هم المهم انا جبت عملت قاعدة جبت يعني اريض وكده وعملنا قاعدة برضو مش احترموا اهلي هم قلتوا فينا وشتمونا وكده هم وحاماتي قابلت تشتن فيها هم وده كله من غير سبب كل اللي قاله الجوزي ان انت لا تطلع يعني اللي انت مفروض تطلق مراتك لا تضربها لا تغطبها ده اخو جوزك اللي بيقول لي جوزك كده وحاماتي نفس بيها واختي جوزي وكلهم وحاماية نفس وقت انا قلت له اسمع مني يا عمو اللي اللي حصل هم راح قال لي يا لما اسمعش منك حاجة اه البنت بتقول ان انت تهجمك عليها وان ان انت عملتي وان ان انت شتمتي وقلت الفاظ مش كويسة او خارجة وده محصلش مني والله خالص يعني كل الناس اللي قاعدوا يسمعوا صوت البنت جرانا قالوا انت محترمة ومتربية ان انت طلعتش اقتك بابنك والناس شاهدوا كده هم قالوا لا الناس كتابة بس بنت بنتنا مش كتابة هم فانا زعلت من الظلم ده انا ممشيتش ولا سبت بيتي بس انا كنت زعلنا ان انا خدت جنب الواحدة هم فما كلمش حد خالص لحد دلوقتي لحد دلوقتي فانا من فترة من اسجوع نزلت اقتهم قاعدين فرميد السلام عليهم هم فموحدش رابط علي السلام هم فانا دلوقتي انا نفسي تتعبين ومش عايز هتعمل معهم خالص فده حرام ولا حلال طب موقف جوزك ايه جوزي بقولي خليكي حالك وملكيش دعوه بحد يعني جوزك في صفك ولا معاهم كان في الاول كان في صفهم هم قال لما هم حكوله قال لا خلاص ماشي وطلع كان طبعا عمال يتكلم ويدعقلي وكده بس جوزي لما سمع من الحوالي ان انا طبعا الكلام ده عمر مطلعه ان هو عارف اصلا انا متربية مفيش الفاظ بطلعها خارجي ابدا وانا انا مش طبعي لمدي ايد ولا طبعي ان انا اعمل حاجات مش كويسة فهو عارف طبعي ايه اصلا وعدين انا متعلم هو متعلم فعارف حدودي ايه والكلام اللي انا بقوله ايه فهو بقى لما سمع الكلام اللي حواليه هي بتقوله بتقلق مراتي مش بتقول كده يعني اقتصارك عنهم مأثر على علاقتك بجوزك ولا هو تمام مفيش مشكلة عنده هو كويس يعني لو هو بيبقى كويس معي مثلا ويجي ينزل يقولوله كلمتين انت ماشي وراها انت مش عارف ايه هو بيزعل يطلع بلقيه اصيبه معي مش كويس فادي مثلا اقوله طب انا ما عملتش حاجة يعني انا مش زعلتك بكده يهدها شوية بس هما مثلا كلامهم ممكن وانا طلع مثلا تقولها ماتي كلمة تزعل عني تقول مثلا كلام مش كويس احنا مخدناش حد عاد الكلام اتوقت دي ايه مقطعين بعد من العيد الكبير من العيد الكبير انا ابني مش منعته عشان مش بقى حرام علي طب ما حاولتيش تصلح الامور وتنزلي وتوضحي وكه يتنظري وتقولك يزل قال السلام عليك وما حدش رض عليه لا يعني بلا السلام عليك يعني ندخل ونحاول نراضي طب انا اراضي وانا مغلطتش طب انا برضو مظلومة يعني حضرتك هم مش جبروا بخطري انا ماينفعش ان انتوا تقولوا كلام في حقي غلط وانتوا تقولوا ان انا عملت الحاجات دي وانا ما عملتها هاش طيب حاضر طيب حاضر طب اينا يا مدام فاطن طب خلينا نجاوب مع ريم الاول هي دلوقتي بتصالي قيام الليل بالورد من القرآن الكريم هل ده يجوز ولا لا يجوز هو حلو قوي ان هي ليها ورد من القرآن ده حلو قوي ان انا ابقى مرتبط بوردي يومي ما نامشي غير لم اقرأه دي حاجة حلوة جدا ويريد كلنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يجزيكي كل خير يا رب يمن علينا ويبقى لينا ورد من القرآن ان شاء الله يا رب صفحة من القرآن كل يوم تكون سبب للنور في حياتنا وللنور في قلوبنا وللنور في بيوتنا يريد كلنا نخلي ولو صفحة من القرآن نعود نفسنا عليها قبل ما ننام لازم تكون يعني هذه الصفحة دخلت في قلوبنا وقرأناها وعطرنا بها افواهنا لتعم البركة بيوتنا دي واحد اتنين العلماء قالوا بالنسبة للفرائض الفريضة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء فقرأوا ما تيسر من القرآن اقرأ اللي انا حفظه الفاتحة وما تيسر لكن مع ما نسكش المصحف في الفرد لا بالزبط قلوا الله احد قلوا عوذوا رب الفلق قلوا عوذوا رب الناس قصار السور يبقى قولا واحدا عند الفقهاء ان صلاة الفرائض لا نقرأ فيها من المصحف وانما نقرأ ما تيسر لنا من القرآن مما انعم الله سبحانه وتعالى به علينا من حفظنا سورة الفاتحة ومعها قصار السور هذا في الفرائض طيب النوافل يجوز ان نقرأ في صلاة النافلة سواء كان قيام الليل سواء كان تطوع سواء كان ترويح سواء كان تهجد يجوز لي ان اقرأ في صلاة النافلة من كتاب الله سبحانه وتعالى هي بقى بتتقول ان الورد بتقرأه في قيام الليل فهي عملت حاجتين في حاجة عملت قيام الليل وفي نفس الوقت قرأت وردها من القرآن ان شاء الله اخذت الحسنيين بفضل الله سبحانه وتعالى سؤال هل قراءة القرآن الكريم نفس الأجر والصواب أقراها من المصحف أو أني أقراها من التاب أو الموبايل طبعا لنا بكل حرف من القرآن حسنا قرأت هذا القرآن قرأته من المصحف مباشرة لي الأجر قرأته من الموبايل لي الأجر قرأته من حفظي إستمعت إليه بفضل الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني مش قادر أقرأ تعباد مصدع شغل كده القرآن الكريم جنبك نفس يا أستاذ ألميا نعمر البيت بالقرآن الكريم إذاعة القرآن الكريم لا تغلق من البيت قنوات القرآن الكريم لا تغلق من البيت هي مطردة للشيطان وإتخال للملائكة وتحصين بالضبط لذلك أحيانا الواحد بيدخل البيت تحس إن فيه شيطين بتتنطط في البيت الواحد بيأكل في البنت والبنت بتأكل في الواحد وهم بيأكلوا في بعض فين القرآن الكريم في البيت أدخلوا كلام الله بيوتكم أدخلوا كلام الله كلوبكم أدخلوا الملائكة بيوتكم بكتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن الكريم نور لنا في الدنيا ونور لنا في الآخرة صحيح فاطمة بقى تعمل إيه مع حمدها وأهل جوزها والله أنا شايف المشكلة لا تستدعي إن يبقى فيه خلاف بهذا الشكل ونعمل قاعدة لو فيه تفهم للأمور أولا فاطمة هي خافت على البنت عندها 12 سنة 13 سنة فخافت عليها ما تخرجيش دلوقتي فأعتقد يعني كان المفترض من أهل البيت إنهم يسقفوا الفاطمة إنها حفظت على البنت إنها ما سابتش البنت تخرج بدون زابط ولا رابط وبدون إذن وبدون تصريح وبدون علم الأسرة سؤال ما هو البنت دي لو خرجت وحصلها حاجة من الله يتلم في الموضوع فاطمة اللي هتتلم في الموضوع على افتراض وارد البنت دي تخرج من البيت وقضاء وقدر حصل حاجة قضاء وقدر من الذي سيلام طبعا فاطمة طيب هنا سؤال لماذا فعلت ساطمة هذا حفاظا على بنتنا خيفة على بنتنا هل جزاء الإحسان أنها أحسنت إلى ابنتنا أننا نطلع فيها القط الفاطس دا عملت وسوت ونرمي عليها كلام وهي طلعة وهي نزلة ونقوي جزه عليها ويتطلقها يتغضبها ما هذا ما هذا بس احنا برضو احنا بنرد على أساس الكلام اللي هي قالته لكن احنا مسمعناش الطرف التاني فالرد فاضلة الشيخ بيردوا عليكي دا على أساس اللي انت حكتيه دا لو هو دا اللي حصل بالزبط بالزبط فاحنا هنا بنقول لأ كان ينبغي على الأسرة ساعتها في هذا الوقت أن تتعاطف مع فاطمة لأنها حافظت على ابنتهن طيب ماذا نفعل الآن أنا شايف أن فاطمة تعمل محاولات في الصلح مرة واثنين وثلاثة واربعة تعمل محاولات في الصلح حتى وإن أخطأوا في حقها بس علشان خاطر بيتها عشان خاطر أولادها وعشان خاطر جوزها وهي برضو أعدى معاهم في البيت ولا يمكن أن نفترق فأنا أرى أن فاطمة تحاول مرة واثنين وثلاثة والصلح خير وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بالسلام صحيح ونختم وندعي بقى الدوع الجميل بتاع حضرتك حاضر أنا يا حاضر إني داع فأمنوا اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض حاجاتنا وحاجات السائلين واغفر لنا وللأحياء وللميتين اللهم برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضنا آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبي وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام نورتين يا فضلت الشيخ بشكر حضرتك نور حضرتك صلي على سيدنا النبي ما وسيدنا النبي قال لي لما هتصلي علي ربنا هدلك حكتين تكفى همه ويغفر الله زمك هو أنا عايزي ده جمع لخيري الدنيا والأخرة من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا ومن غفر الله زمه سلم من محن الآخرة خلاص اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة وعلى آله وصحبه عدد كل زرة ألف ألف مرة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد